السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جواسكريبت بتوفر اوبجيكتات بتعتمد على نوع البيعنات اللي راح تتحط او اللي راح تتخزن فيها. مسلا لو انت عايز تخزن قيمة نصية جواسكريبت بتوفر لك اوبجيكت من نوع سترينج سترينج اوبجيكت ده بيبقاله مجموعة من المميزات والخصائص وحتى الجانب الوظيفي الجانب ده وبيبقاله وحاجات كده خاصة به هو يعني. فده بيساعدك كتير خلص في انك تجري العمليات بناء على نوع الداتا او بناء على نوع الفريا جدا. ده معلومة عايزين نقولها في الاول كده. السريز من الحلقات الجيدات ربما راح نحكي في شوية عن مجموعة من البروبرتز ومجموعة من الميزات اللي بتشتغل مع هنبدأ اليوم بلينث. واحدة من ضمن البروبرتز الجميلة جدا. انا عندي اسمه نيم وحطيت في اسمي ويقولت دوكيمونت ترايت نيم والي طالع بيكون عبارة عن اسمي. انا لو استخدمت لينث يا جماعة البروبرتز الجميلة دي فهنادي على الابجيكت او انا 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 اسف هنادي على على الفاريابل نيم اللي هو اسم نيم وهحط ضط نقطة واكتب لينث لينث. تمام? اللي هي ان جي تي اتش. لما انا عملت كنترل اس. لاجي ان البروزر بيطلع لي سبعتاشر لانو الابتدع يحسب ايه واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حتاشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر همستاشر سبعتاشر سبعتاشر. حسب لي سبعتاشر اللي هي عدد الكراكترز او طول النص ده. طيب هو المقامات كده عرفت من فين? ان الفاريابل ده راح يتحطط في يقيم الابجيكتس. ده كان واضح جدا انه محاوتوا الضبط بي كوت. محطط له كوت. فبالتالي اتطبقت عليه بقصد. سبحانك اللهم ربعا بحمدك لا الى الا انت نستغفرك ونطلب عليك. السلام عليكم ورحمة الله العالم. اشتركوا في القناة